وحول هذا الموضوع السر ناني ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أهلا ومرحبا بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة إذن التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة دبي للمستقبل حدثنا عن أهمية هذه الخطوة السلام عليكم بداية أخدم لكم بالشكر على المداخلة لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم فيها وزارة صناعة والتجارة في تنمية القطاع الصناعي طبعا هذه المذكرة في حد ذاتها ترجمة لتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمورة إيث دولة الإمارات العربية والمتحدة حفظها ملاهورة ورعاهم وثمرت جهود فرق العمل بين وزارة صناعة والتجارة ومؤسسة دبي للمستقبل وعلى راسم سعادة الأخ خلفان بالعول رئيس التنفيذي للمؤسسة لزيادة التعاون والتنسيق لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين توقيع هذه المذكرة مع مؤسسة دبي للمستقبل خطوة مهمة لتشجيع البحث والتطوير والابتكار الصناعي والاستفادة من غيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المجال والتي تولي الحكومة المواقرة برأس سيدي سمو والي العسر عيد مجلس وزراء حفظها الله اهتماما كبيرا وتعتبر هذه المذكرة مكملة لعمل الوزارة لتشجيع قطاع الصناعة لابتكار الحلول لمواجهة التحديات التي تقف أمام نمو القطاع واستدامة القطاع عبر توظيف أدوات الثورة الصناعية الثابعة نعم أيضا سعادة الوزير كيف يمكن لهذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل أن تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 يعني ستسهم هذه الشراكة بشكل كبير بالتأكيد في تحقيق أهدافنا استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي اليوم استشراف المستقبل يعتبر واحد من العلوم الحديثة في وضع تصورات مختلفة وإيجاد حلول استباقية للحديات التي تواجهها مختلف القطاعات والحكومة طبعا تستهدف عدد من الصناعات العامة عبر استراتيجية قطاع الصناعة للسنوات 2022-2026 مثل الصناعات الدوائية والغذائية وغيرها وطبعا من الدروس المستفادة والخطط المستقبلية أن يتم التأكيد والاستثمار في البحث والتطوير لابتكار حلول وصناعات للمستقبل نعم سعادة السيد عبدالله بن عدل فخر وزير الصناعة والتجارة شكرا جزيلا لك